بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله مغربون والذين هم من الزكاة فاعلون والذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ورى ذلك فأولئكم العدون والذين هم لأماناتهم وعدهم رعون والذين هم على صلباتهم يحافظون أولئكم الوارثون الذين يرثون الفردوس فم فيها خالدون ولعن خنقنا الإنسان من سلالة من ضين ثم لعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مغتا فخلقنا المغت عظاما فكسبنا العظام الأحماد ثم أشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع درائب وما كنا عين خلق غافلين فأنزلنا من السماء ماء مغلريون فاسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من خير وأعناب لكم فيها فباكي كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من ينظور سيناء تنبت بالدهن والصدغ للآكلين وإن لكم في الأنعام العبرة نشقيكم مما في بضونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إلهي غيره أفلا تتقوا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم نريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إنه إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فوحينا إليه نسنعي فلك بعينا ووحينا فإذا جامرنا فاردت النور فاردت النور فسلك فيها نيان كلين زوجين اثنين وآلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاضبني في الذين ظلموا إنهم مغربون فإذا استويت أنت فمن معك على الفرك فقل الحمد لله الذي نجعنا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فارسلنا فيهم رسولا منهم إن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملؤ من قوم الذين كبروا وكذبوا بالقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكل منه ويشرب مما تشربون وإن ذعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما تعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن وما نحن بمبعثين إن هو إلا رجل يفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فقدتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقام الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم حديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى واخوهارون بآياتنا السلطان المبين إلى فرعى بن بملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين تقالوا إن من البشرين مثنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولغذاتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا من مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربت ذات قراره ومعين يا رسل كل من ضيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علي وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فتغدعوا أمرهم بينهم زبراء كل حزب بوالديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبني نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشرة ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ولكن يسارعون في الخيرات بهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ياندقوا بالحق بهم لا يظلمون بل غلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمالون دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا خمنا مترا فيهم بالعذاب إذا من يجأرون لا تجأروا ليما إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون نستكبرين به سامرا تهكرون أفلم يتذبروا قول أمجاهما لم يتياباهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منتقون أم يقولون به جنة بل جاهم بالحق ويكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق وهو من فسد السماوات والأرض وما فيه فلا تيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معنضون أم تسألهم خرجا فقراج ربك خير وهو خير راجعين وإنك لتدعوهم إلى صراد مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراد لناكبون صدق الله العظيم